بالنسبة لأستاذة أميرة كانت بتصلي يعني مع فاتحة الكتاب تقرأ بصورة فهي بتقول وكنت حتى في أول ركعتين لو الصلاة مثلا أربع ركعات بتعمل كده في كل ركع يعني ما تفعلينه صحيح إن شاء الله وما تشغليش نفسك بهذا الأمر وتوسويس فيه أمر صلاتك يا أستاذة أميرة بالنسبة لي أن هي على طول ملازمة لي الصلاة والسلام على حضرة النبي مش بتعمل أوراد تانية أكتر أورادها في الصلاة والسلام ساعد تعمل لا إله إلا الله أو غيرها من الصلوات يا سيدتي الفاضلة أبشري وفي حديث أبي وقلنا قبل كده لما راح للنبي عساط والسلام وقال له قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكما أجعله لك من صلاتي يعني في دعائي وذكري أعمل قد إيه صلاة والسلام عليك فقال له نبي عساط والسلام ما شئت قال قلت الربع هو بقول لنبي أعمل الجزء ده في أورادي الربع فالنبي عساط والسلام قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك فهو راح أيل للنبي طبع من النصف قال له النبي عساط والسلام ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالسلثين أجعل التلتين قال ما شئت فإن زلت فهو خير لك فرحه وقال قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى النبي عليه الصلاة والسلام قال له تكفى همك ويغفر دبك فالإنسان ربنا بيفتح عليه فلما يفتح عليه بهيئة بأذكار معينة أستمر في هذا وطبعا لا يحرم نفسه الإنسان من قراءة الأذكار عموما يا صاحبة السؤال لكن لو مفتح لي في باب دون آخر خلاص ألتزم به ولا مانع برضو أن أنا يجري على لسان الاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بله حتى ولو بقدر بسيط نسعى الله أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات